هناك وضع اجتماعي أيضا على الوضع الاجتماعي على صفيح ساخن وانت تعرف انه بدأت ما يسمى المظاهرات واحتجاجات المحلية تطفح لانه لما يعرفوا الناس بانه البحبوحة راحت وانه الضراحة مراحوا نحكيه باللاجة الجزائرية وانه هذك لي في مروانة والله في رأس العيون والله في رأس الماء ما عندوش القاز وتري سيتي والماء وخلاة عالية يحسوها ويشوف بالمقابل انه في نفس الضائرة كان رجال اعبال ما يسمى باللقبين القوسين مشامشية طالعين باللي فيلا والسيارات الفخمة ولادهم يقرأوا في الخارج سينطفض هذا الشعب هذه هي البؤر اللي راح تعمل الفارق الآن في 2016 و2017 في المقابل طبعا هذه بالنسبة للأفلال والأرندي هذه غير بريئة محركة من قبل أطراف كما نصفها الأفلال المتحدث باسم الأفلال والأرندي في تلميح للمعارضة وربما حتى إلى الجنيرال التوفيق في تلميح اللويزة عالون والأفلالون أنا نهنيهم وهذه راح تستجل هنا في المغاربية الاحتجاجات ستتواصل في الجزائر بدون يد لا خارجية ولا داخلية ولا المعارضة تكون لها يد ولا المعارضة قادرة تخرج الشعب للشارع فهمت؟ وبلمزية ولا واحد ولا واحد يجي يقول والله إيه ليه الشرف أني خرجت الشعب للشارع الشعب سيخرج الشارع وسيكون في مواجهة هذه السلطة لأنه راح يوصل القناعة في وقت معين وتدقائي ياس جيبه ويقبل يولاده ما قادرش يوكلهم ويشربهم وما هوش قادر يصير الالكتريسيتي والجاز هكذا والإكراء وكل التابعات راح يعرف باللي كانوا يقولوا في الوهم لكن في دقيقة آخيرة التحول للمسارة الديمقراطي لا يكون بأحزاب مزورة من طرف الدياراس ولا بإعلام وسائل مزورة أيضا ولا بمجتمع مدني مزور لكي نرجع إلى حقائق الأمور يجب أن نرجع إلى الأصول وهو أن يكون هناك مجلس تأسيسي هو الذي يعدل الدستور وهو الذي يشرف على الحكومة ويشرف على انتخابات شرعية لتفرز هذه النخبة اللي تحدثنا عليها مرة النخبة الجزائرية اللي مزورة ما بانتش أصلا لأنه مهمشة بقصية الآن السلطة تعتمد فقط على الرداءة هذه النخبة هي التي تنقذ الجزائر حتى لو كان البيتروني بعشر دولار النخبة الصادقة اللي يثق فيها الشعب يقدر يلتحم معها ويخلق ما يسمى التضامن الوطني اللي يتخلق في بريطانيا في وقت الأزمة وفي تركيا في وقت الأزمة وهذا التضامن الوطني لن يقع في حكومة سلال ولا مع ابو تفليقة وهذا لازم يجزاو منها شكرا لك سلم